طيب التطور على مستوى المنتخب الأول هو تطور واضح ومفهوم ومعروف يمكن تفاصيله وشفنا المنتخب الجنبي في كأس الوامر الأفريكية 2021 وهو يسعد لأول مرة لهذه البطولة وهو يتآهل لربع نهائي البطولة في مشاركة أولى ولكن كمان التطور واضح جدا في جنبيا بخصوص قطاعات النشئين والمنتخبات الأصغر سنا منتخب شباب يصل لكأس العالم من سنتين وتلغى البطولة بسبب كورونا منتخب مرة أخرى يصل لكأس العالم مرة أخرى في البطولة اللي كانت موجودة في مصر باتكلم على منتخب الشباب في تطور كبير في منتخبات الشباب كيف تم وكيف حدث هذا الأمر أيضا وأفهم كمان أنه في خبراء كسر من أوروبا موجودين لبحث هذه الأمور أو تطوير هذه الأمور تحديدا في قطاعات النشئين شكرا 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 初نا عملنا نفتاح وبدأنا نفتاح أردع أن نفتاح شئًا محلقة كان يولون الشئات وهذا أردعون أو 19 أولا يمكنك تبقليل في المنوط وهذا مطبعت جيدًا للسيون للسيون لأنهم ممكن شئًا ولكنهم يعلم ممكن تدبع العرب من المنوط في المنوط وفي إيجيبت قمت بسيطة جميلة المشاركة ومشاهدت في المنطقة المتحدة بعض من هذه المشاركات نعم أنا قمت بالبداية في القلوس مع اللاعبين وتحضيرهم ذهنياً وقمت بخطوة من أجل تطوير الكرة الجامبية وقمت بالتواصل مع اللاعبين إذا كانوا تحت عشرين عاماً أو تحت سبعة عشر عاماً بأن لديهم الفرصة للمشاركة في المنتخب الوطني الأول فبالتالي قمت بتطوير اللعبة تطوير الناشئين والشباب والعمل مع ذلك مع باقي المدربين إضافة إلى أني تابعتهم في المنافسات التي قاموا بلعبها في مصر وحققوا تلك النجاح هذا النجاح الراهي طيب هذا على مستوى قطاعات الناشئين أنا أفهم كمان أنه أنت موجود مع الاتحاد الجنبي بمشروع طويل الأمد يعني أنت موجود لسنوات كثيرة قادمة عادك ممتد لحد إمتى مع المنتخب الجنبي كمدير فني وكمستشار للكرة الجنبية طيب مرة أخرى بسألك عن التطوير في المنتخب الجنبي وعقدك طويل الأمد مع الاتحاد الجنبي كمشروع للمنتخب الجنبي مشروع طويل الأمد أنت معهم لحد سنة كام عقدك معهم لحد سنة كام لتنفيذ هذا المشروع ونجاحه كمشروع طويل الأمد وإن عملنا أحصان بالنسبة لفعض النصائح وباني ألعب بيجارة دائم جميلة ثم أحصاري بيجارة لفعض ومرينiture أمامها ثمني أحصاري لفعض حدث إلى العملي في 2020 ومرينوجة دائم لكي أتمنى ومن قرية لتدرك الإجتماعي ولكن من اليوم أتمنى فإنجا سألتك إنه جميع مهمة للعسل أو أكبر أن أمتم بيجارة لقد جدت عقدي في خلال تسعة شهور سابقة فقط قمت بالتقديد لعامين فأصبح مجموعة تنديد العقد الخاص بي كمستشار فني للاتحاد الجامبي ومديرا فنيا للمنتخب الأول لعقد يمتد بسبع سنوات قمنا بعمل نجاد خلال هذه الفترة فبالتالي تجديد العقد كان بمثابة تجديد الثقة وتجديد الثقة حتى كأس العالم المقبلة في عشرين ستة وعشرين فبالتالي نحن نعمل على خطة بعيدة المدى من أجل تطوير الكرة الجنبية آه يعني واحدة من أهدافك أن المنتخب الجنبي يكون موجود في كأس العالم الفين ستة وعشرين أنا كده فهمت صح نعم هذا هو الطموح والخطة التي لدينا ولكن الأمر يعتمد على التطوير الفعلي للاتحاد الجامبي طبعا كما تعرف أن القرى الأفريقية لديها العديد من المنتخبات الرائعة خصوصا ست أكبر منتخبات في أفريقيا إذا ذكرت لك الجزائر المغرب آه ذكرت أيضا ساحل العاج الكاميرون المصر آه أيضا هناك بوركينا فاسو والتطوير الذي يحدث في مالي أنه هو الطموح الذي نلعب من أجله نعم المنافسات سوف تكون صعبة للغاية للمنتخب الجنبي ولكن نحن نتمسك بالطموح نحن نتحدث الآن على لعبين كبار أفاركا موجودين في أوروبا على رأسهم طبعا محمد صلاح وعدد كبير من اللعبين الآخرين من من لعبي المنتخب الجنبي تتوقع له مستقبل كبير في أوروبا مستقبل قريب كمان في الدوريات الأوروبية واسمه يلمع كواحد من أفضل اللعبين الأفاركا ومستقبل قريبك نعمل أفضل اللعبين كما جدا نعمل المنتخب το ونحن نعمل للعبين كبار مثل محمد صلاح وشفى حز officially ولا أي لعب مثل هذه النجوم العالمية نحن لدينا فريق نقوم ببنائه الآن وتحضيره لدينا العديد من اللاعبين الذين يلعبون في الدوريات الأقل شهرة والأقل جودة مثل الدوريات السويدية وما إلى ذلك فنحن نسعى لتطوير اللاعبين But hopefully it comes in the future and naturally the strength of our team also at Africa Cup is the tactical discipline we had players when we play against Tunisia when we play against Cameroon when we play Africa Cup we had players who play fourth division in Sweden who play fifth division in Switzerland and still we can beat bigger nations sometimes it's not only the quality of the player and the level he plays but also the tactical discipline and the plan to play a game طبعا أخبرك بأن ليس لدينا لاعبين كبار ولكن لدينا تمركز خططي واضح نعم بالنسبة لللاعبين الذين لدينا لاعبين يلعبون في الدوريات الأقل جودة كما ذكرت آنفا مثل الدور السويسري والدور الأوروبيات الأخرى والدور السويدي على سبيل المثال ولكن جاءت الفرصة في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة أن نثبت جدارتنا بمنافسة أكبر المشاركين في هذه القارة مثل الكاميرون مثل مالي وما إلى ذلك نحن اعتدنا على هذه المنافسات من أجل تطوير التمركز الخططي لدينا هذا هو ما نصب إليه البيت جيكي توم سنفت تجربة عظيمة جداً مع المنتخب الجنبي كمدير فني لمنتخب الجنبي ومستشار أيضاً للاتحاد الجنبي أنا مشكرك شكراً جزيلاً على هذه المداخلة وكل هذه التوضيحات المهمة اللي ممكن ناخد منها كثيراً كثيراً تخيل إحنا محتاجين نبص على تجربة الجنبي تخيل بس مش عيب بالمناسبة يعني مش عيب لو فيه ناس جريت بسرعة نشوف جريه إزاي بسرعة ونجري زيهم بسرعة آه إحنا التاريخ معنا إحنا الإسم الكبير معنا التطوير اللي متأخرين فيه شوية مش مشكلة نبص بصة حتى على الأصغر مننا بكل تواضع وبكل حماس لعله وعسى لعله وعسى ناخد سرعات وجريه عشان إحنا لما هنجري جنبي يا لما تجري إحنا لما نيجي نجري هنجري جارية حلوة هما لما يجي ويجروا هيبقى تموحهم ربع نهاية كاس نوم الأفريقية إحنا لما نجري ناخد كاس الأمم ونوصل كاس عالم ونلعب في أدوار كويسة في كاس العالم لما بس نقرر نجري نقرر نجري بحكم التاريخ والاسم الكبير